قال جو بايدن في اليوم نفسه إن العديد من الآسيويين كانوا في العام الماضي قلقين على حياتهم عندما كانوا يسيرون في الشارع ولم يكن كبار السن يجرؤون على الخروج من منازلهم وتم استهداف بعض الشركات الصغيرة كما عانت النساء الأمريكيات الآسيويات من المضايقات والعنف ضعف ما عاناه الرجال الأمريكيون الآسيويون وفي هذا الصدد قال بايدن إن الولايات المتحدة ليست ملاذا آمنا من جرائم الكراهية الكراهية لا يمكن أن يكون لها ملاذ آمن في أمريكا يجب أن تتوقف وعلينا جميعا علينا جميعا أن نوقفها وفقا لتقرير صدر في السادس عشر من الشهر الجاري من قبل منظمة أمريكية لمكافحة التمييز سجلت المنظمة ما يقرب من 3800 حادثة ضد الأمريكيين الآسيويين في الولايات المتحدة في الفترة من منتصف مارس 2020 حتى نهاية فبراير 2021 وأظهر تقرير استقصائي حديث أصدرته جامعة كاليفورنيا أنه في عام 2020 ارتفع عدد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في المدن الكبرى في الولايات المتحدة بنسبة 150%